مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الأعزاء طلاب الصف السابع تبتم وطابط رؤياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في درس اليوم سوف نستكمل مع بعض الدولة العباسية اليوم سوف نتحدث عن باقي الخلفاء العباسيون في صفحة 113 مرحبا لكم في حصة الدرسات الاجتماعية حيث نتناول اليوم تاريخ الدولة العباسية نكمل مع بعض أهم خلفاء الدولة العباسية في الدرس الماضي تحدثنا عن أول خليفة من الخلفاء العباسيون والذي يعتبر هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وهو الخليفة أبو جعفر المنصود قبل بداية الدرس نذكر القيمة الأسبوعية وهي نصلت لمسجدنا الأقصى الشريف حماية الأقصى واجب على كل مسلم في درس اليوم نعرض مجموعة من الأهداف أهمها في نهاية الحصة يستطيع أن يكون الطالب قادر على أن يستنتج أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد كما يفسر سبب شهرة عصر المأمون بالنهضة العلمية والثقافية ويستنتج أهم أعمال الخليفة المعتصم بالله هنبدأ أولى أهدفنا وسوف نستعرض في الهدف الأول أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد قبل أن نبدأ في أعمال الخليفة هارون الرشيد سوف نذكر بعض بما تم دراسته في الدرس الماضي حيث عرضنا من قبل قائمة بأهم الخلفاء التسع التي كانوا في العصر العباسي الأول والذي اشتهر بعصر القوة هنا مطلوب مني رتب الخلفاء العباسيون وأيضا هنرتب العصور الإسلامية من الأقدم إلى الأحدث أنا موجود أمامي أربع خلفاء عباسيون المطلوب مني ترتيبهم من الأقدم إلى الأحدث أول هؤلاء الخلفاء هو الخليفة أبو جعفر المنصور ثم الخليفة هارون الرشيد ثم الخليفة المأمون ثم الخليفة المعتصم بالله وأولئي الخلفاء إن شاء الله سوف يتب من درستهم بأهم أعمالهم تناولنا في الحصة الماضية أهم أعمال الخليفة أبو جعفر المنصور وفي هذه الحصة إن شاء الله سوف نتناول أهم أعمال كل من الخليفة هارون الرشيد والمأمون والمعتصم بالله أيضا نذكر بعض بترتيب العصور الإسلامية أول هذه العصور العصر اللبوي ثم عصر الخلافة الرشيدة ثم عصر الأموي ثم عصر الدولة العباسية هنبدأ بأولى أهداف الدرس اليوم ونتعرف مع بعض على أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد وما هو الترتيبه بين الخلفاء ومتى توفيه لو فتحنا الكتاب مع بعض سبعة مائة وخمستاش نستنتج من خلال قرائتنا للفقرة الخاصة بالخليفة هارون الرشيد بأهم أعماله وترتيبه بين الخلفاء نبدأ بالنسبة لأول سؤال ترتيبه ما بين الخلفاء يعتبر الخليفة هارون الرشيد خامس خلفاء الدولة العباسية فما هي أهم أعماله واحد شجع الحركة العلمية وأنشأ بيت الحكمة أيضا نشطة الحياة الاقتصادية وأصبحت بغداد مركزا للنشاط الاقتصادي كما توفيه عام 193 هجرية إذن نستطيع أن نستنتج أن أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد هي واحد شجع الحركة العلمية والأدبية وأنشأ مكتبة بيت الحكمة ثم نشطة الحياة الاقتصادية في المجالات الزراعة والتجارة والصناعة وأصبحت بغداد مركز للنشاط الاقتصادية وتوفيه عام 193 هجرية لو جينا عملنا غلق على هذا الهدف بنفتح كتاب مع بعض صفحة 119 السؤال الثالث أجب عن الأسئلة التالية عدد أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد واحد شجع الحركة العلمية والأدبية اثنان نشطة الحياة الاقتصادية في عهده في جميع المجالات ننتقل بعد ذلك إلى سؤال المهاري وهو بنسمي سؤال التفكير الإبداعي ما هي العلاقة بين تشجيع العلوم والأداب والإزدهار وتقدم الأمم هل هناك علاقة بذلك والنعم أن أي دولة بها تقدم علمي وأدبي ليصدر اقتصادها ويدقدم مجتمعها ننتقل بعد ذلك إلى الهدف الثاني ونستندج مع بعض أهم أعمال الخليفة المأمون ترتيبه بين الخلفاء وأهم أعماله ومتى توفيه الخليفة المأمون بيعتبر سابع خلفاء الدولة العباسية ومن أهم أعماله اهتم بالعلم والعلماء حتى قيل إذا لم يكن خليفة لكان عالما أيضا نشطت في عهده عركة الترجمة حيث كان يعطي المترجم وزن وزن ما يقوم بترجمة زهب أيضا أصبحت مكتبة بيت الحكمة في عهده محتلة مكانة علمية عالية توفيه عام 218 هجريا ده بالنسبة للخليفة المأمون سابع خلفاء الدولة العباسية وهنا المستعرض أهم أعماله مرة أخرى واحد اهتم بالعلم والعلماء كما اظهرت في عهد مختلف العلوم الرياضيات والجغرافية والفلك وشيد المراصد الفلكية في بغداد ودمشق كما نشطت في عهده حركة الترجمة من الكتب الأيجابية إلى اللغة العربية وأصبح بيت الحكمة في عهده أكبر مركز علمي وثقافي وتوفيه في عام 200 و18 هجريا وتولى الخلافة أخوه المعتصم بالله من القيم التي نتعلمها من خلال أهم أعمال الخليفة المأمون قيمة حب القراءة في هذه القيمة أن كان المأمون ملعن منذ صغر بالقراءة فدرس الفقه والتاريخ والحديث والتفسير واللغة وكان شغوفا بالإزياد منهم فجالس العلماء وشارك في مناقشتهم وصخر كل إمكانيات الدولة في ترجمة الكتب القديمة إلى اللغة العربية في غلق الهدف الثاني بنفتح طبعا عندي الكتاب صفحة 216 ونستطيع أن نجاوب على السؤال عدد أهم أعمال الخليفة المأمون اهتم بالعلم والعلماء كما اظهرت في عهد العلوم ورياضيات ونجطت في عهد حركة الترجمة كما تم الاهتمام بمكتبة بيت الحكمة ننتقل بعد ذلك إلى الهدف الثالث والخليفة المعتصم بالله يعتبر الخليفة المعتصم بالله ثامن الخلفاء العباسيون عرف عنه الشجاعة والقوة والحزن أهم أعمال الخليفة المعتصم قضى على الفتد والثورات وبنى مدينة صمراء حاليا وبموت ولده الخليفة الواثق عام مئتان اثنان وثلاثون نجليا انتهى العصر الزهابي للدولة العباسية وبدأ العصر الثاني للدولة العباسية عصر طبعا التظاهر والضعف بيتم عمل غلق على هذا الهدف بفتح الكتاب صفحة 219 السؤال الثالث الفقرة رقم اثنان اذكر اعمال الخليفة المعتصم بالله وهي واحد القضاء على فتن الثورات اثنان بنى مدينة صمراء هناك سؤال للتفكير والمناقشة في صفحة 116 من خلال دراستك للعصر الزهابي للدولة العباسية لخص اسباب قوتها وتقدم احنا ممكن نستندج اسباب القوة والتقدم العصر الزهابي الاول فيه واحد التمسك بالدين والسنة اثنان قوة السلطان ثلاث قوة الجيش اربعة الاهتمام بالاقتصاد وتشجيد وتعمير البلاد والمعاملة الحسنة للشعوب بنختم الدرس بنشاط تفاعلي بنخص اهم اعمال الخلفاء الثلاث عندي ثلاث خلفاء هنواء الزعق اعمال كل خليفة اللي بتنتسب اليها لو بدأنا بالخليفة هارون الرشيد ما هي الاعمال الموجودة التي تنتسب للخليفة هارون الرشيد اول هذه الاعمال انشأ مكتبة بيت الحكمة ونشطت الحياة الاقتصادية في الزراعة والتجارة والصناعة اما الخليفة المأمون اهتم بالعلم والعلماء ولو لم يكن خليفة لكان علما كما نشطت في عهد حركة الترجمة وكان يعطي للمترجم وزن ما يترجم زهبا اما الخليفة المعتصم قضى على الطورات التي ظهرت في عهده وبنى مدينة سمراء بكده انتهينا من درس اليوم شاكرين لكم حسن الاستماع والسلام عليكم مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم اسلامية